الآن نترككم مع تفاصيل معرض الصحفة ثم نعود أهلا بكم إلى معرضي الصحفة والذي نساهله بيومية النهار التي كتبت في صفحتها الأولى مقالة تحت عنوان تمديد العام الدراسي إلى العشرين ماي القادم لتلميذ الأقسام النهائية وكتبت كذلك مقالة تحت عنوان وزير التجارة يقيل مدير مركز السجل التجاري بسبب فضيحة تجارة الخمر عنوان آخر نطلعه في صحفة نهار هكذا يتم الحصول على الوثائق القضائية عبر الخط وعبدالقدر زوخ قال لو كان القانون معي لما أبخيت بعض الأميار دقيقة واحدة في مناصبهم في المقالي الأول جاء فيه بأن جمعية تولياء التلميذ سترفع غدا مقترحا إلى وزيرة التربية الوطنية نوريا بن غبريت يتضمن فحواه تمديد السنة الدراسية إلى غاية الواحد وثلاثين من شهر ماي بالنسبة للأقسام العادية أولى ثانية ثانوي فيما سيتم تمديدها إلى غاية العشرين من ذات الشهر بالنسبة للتلميذ المقبلين على شهادة البكالوريا كما يتضمن الاقتراح حسب مقال صحيفة النهار استغلال مادتي الرسم والموسيقى وكذلك مادة التربية البدنية من أجل تعويض الدروس لتلميذ البكالوريا مع استغلال يوم السبت وأمسية كل ثلاثاء في مقال آخر جاء في صحيفة النهار حيث أقل وزير التجارة عمار بن يونس نهاية الأسبوع الماضي أقل المدير العام للمركز الوطني للسجل التجاري شفيق الشيتي على خلفية ما نشرته صحيفة النهار من سلسلة مقالات حول قرار وزارة التجارة بفتح نشاط تجارة الخمر بالجملة وقالت مصادر مطلعة لصحيفة النهار بأن الوزير بن يونس قد حاول بعد الضجة الإعلامية التي أحدثها الخبر بشأن الغائية القيود ورفع شرط حيازة الرخصة المسبقة للحصول على سجل تجاري لممارسة نشاط بيع الخمر بالجملة حيث حاول تكذيب الخبر جملة وتفصيلة ونطلع في مقال آخر بصحيفة النهار اليوم حيث استحدثت وزارة العدل خدمة جديدة مواجهة للمواطن والمتمثلة في إمكانية تلقيه عن طريق الأنترنات الوثائق الخاصة به المطلوب منه استخراجها من المحاكم والمجالس القضائية إضافة إلى الخدمة الحالية التي تعتمد تقديم طلب على الخاطوة المتمثلة في صحيفة سوابقي القضائية رقم الثلاثة وشهادة الجنسية حيث على الراغب في الاستفادة من هذه الخدمة امتلاك هاتف محمول والتقدم شخصيا مرة واحدة أمام شباك أقرب جهة قضائية مرفوقا ببطاقة الهوية والوثائق المطلوبة في مقال آخر نطالع كذلك في صحيفة النهار بأن ولي العاصمة عبد القدر زوخ قد اتهم بعض رؤساء مجالس شعبية ببلدية العاصمة بتشجيع انتشار المسكن الهش بالولاية وكذلك تشجيع البيوت القزديرية نهيكة عن الأسواق الموازية التي شجعت على انتشار التجارة الفوضوية وأضف زوخ بأن هناك رؤساء مجالس شعبية يشجعون البنايات الغير قانونية والتي شوهت المنظر الجمالي للعاصمة والتي فسرها الوالي زوخ بالتسيب وتخلي السلطات المحلية عن مسؤولياتها مضيفا في كلامه أنه لو كان القانون يخول لعبد القدر زوخ سلطة العقاب قال بصريحة العبارة أؤكد لكم أنهم لن يبقوا دقيقة واحدة في مناصبهم صحيفة الخبر كتبت مقالا تحت عنوان أنساج توقف تمويل العديد من المشاريع وجاء في ذاتي المقال بأن المدير العام للوكالة الوطنية لدعم وتشغيل شباب أنساج قد أكد أنه تم توقيف تمويل العديد من المشاريع حيث تم إعطاء تعليمات لجميع المديريات الولائية تقضي برفض كل المشاريع المتعلقة بكراء العتاد والصناعات البلاستيكية والمخابز ومحلات تنظيف الملابس فضلا على كل المشاريع التي لا توفر أكثر من منصب شغل واحدة صحيفة البلاد كتبت مقالا تحت عنوان صالون أدولي لسيارات لعندوش كاره يشري ولما عندوش يشل العيني هكذا كتبت صحيفة البلاد وجاء في ذاتي المقال أنه مع افتتاح الطبعة الجديدة لصالون أدولي لسيارات بدأ ارتفاع أسعار المركبات الجنوني واضحا في ظل تعويل معظم الوكلاء على هذا الصالون أدولي لتعويض انخفاض المبيعات خلال هذه السنة والسنة الماضية عيث رفع الصالون هذه السنة شعار كما قلت لي عندوش كاره يشري ولما عندوش يشل العيني فإبداعات الوكلاء لم تخلو من سحري المعروض ولكن هيهات فليس هناك من يشتري فالأسعار هذه المرة اشتعلت لتحرق جيوب المواطنين الراغبين في الحصول على سيارة وقت الجزائر كتبت مقالا أمنيا جاء فيها تعزيزات عسكرية لمنع تسلل داعش هذا هو عنوان المقال الذي جاء فيه بأن هيئة أركان الجيش الشعبي الوطني رفعت تدبير الأمنية إلى الدرجة القصوى على المناطق الحدودية مع تونس عشية الهجوم الإرهابي على العاصمة تونس خاصة في نقاط التماس الحدودية التي تجتمع في أربع ولايات حيث تشهد تحركات عسكرية مكثفة بشكل غير مسبوق منها إرسال ناقلات جنود ومركبات وعربات عسكرية مجهزة بأسلحة ثقيلة وسرب من طائرات الاستطلاع لتعزيز مراقبة التحركات المشبوهة صحيفة المساء كتبت مقالا اقتصاديا تحت عنوان جاء فيه بأن احتياطات الصرف تراجعت إلى ما يقارب 179 مليار دولار نهاية السنة الماضية مقابل 185 مليار دولار نهاية شهر سبتمبر من ذات سنة حسب ما أعلن عنه محافظ بنك الجزائر محمد لكساسي الذي حذر من تضاء المرونة الوضعية المالية الخارجية لجزائر التي سمحت إلى حد الآن بتخفيف أثر الصدمة الخارجية نسل بكم الآن مشاهدين إلى الصحف الوطنية الناطقة باللغة الفرنسية صحيفة الوطن كتبت مقالا جاء فيه بأن رئيس الجمهورية سيد عبدالعزيز بوتفليقة دعا إلى التعامل بحزم وأتصدي لكل من يهدد أمن الوطن من أدعياء السياسة في إشارة إلى بعض الأحزاب السياسية في الوطن التي تعمل على التحريض والذين قال فيهم إنني متوجس خيفة مما قد يخدم عليه من منكرات أناس من بني جلدتنا أغرتهم نزعة خطيرة إلى اعتماد سياسة الأرض المحروقة في مسعاهم إلى الوصول إلى حكم البلاد حتى ولو كان ذلك على أنقاض دولتنا وأشلاء شعبنا دائما في صحفي الوطنية الناطقة بالفرنسية صحيفة لسوارد الجغية كتبت مقالا جاء فيه بأنه تم اتخاذ التزامات على الغازي صخري بعد ساعة من الحوار بين الوزير الأول عبد المالك سلال والنائب بيال برلمان عن الحزب الإسلامي العدل والتنمية حسين عريبي والذي أكد فيه في جوابه عن أسئلة الصحفيين بعد اللقاء بأن عبد المالك سلال لم يتحدث عنها الضغط ولكن تحدث عن التزامات مع الخارج بشأن التنقيب عنها الغازية الصخري وإذا كانت لم تحترم مثل هذه الالتزامات فقد تفقد البلاد مصداقيتها نصل بكم مشاهدين الآن إلى الصحف والمقالات المحلية صحيفة الوصل كتبت سكان 200 مسكن بسيد علي في ولاية مستغنم في وقفة غضب وهذا على خلفية إقدام صاحب معارض ليتسوق بنصب خيمته العملاقة وسط حي 200 مسكن بمدينة سيد علي والتي تعد إحدى كبريات دوائر ولاية مستغنم بالغرب حيث نظم سكان وقفة احتجاجية أول أمس دامت عدة ساعات معبرين عن سخطهم واستيائهم شديدين مطالبين سلطات المحلية بإعادة النظر في اختيار الفضاء المخصص لمثل هذه التظاهرات التجارية بعيدا عن تجمعهم السكني معتبرين أن هدوء الحي وسكينة الذي يتمتع بهما سوف يغيبان في ظل أجوائي ضوضاء وتدفق المتسوقين صحيفة النصر الآن تشيع جثمان الطفل بخوش أمينة برواشد في ولاية ميلة وجاء في ذاتي المقال بأنه بعد صلاة المغرب ليومي أول أمس الخميس شيع في جو جنائز مهيب جثمان الطفل بخوش أمينة إلى مثواها الأخير بمقبرة النشم ببلدية الرواشد في حضور جمع من المواطنين وفي مقدمتهم السلطات المدنية والعسكرية وحتى المحلية بولاية ميلة والذين التفوا وأبدوا جميعا تضامنا كبيرا وواسعا مع عائلة الفقدة التي عاشت تسعة أيام عصيبة أي منذ أن جرفت مياه الوادي هذه الطفلة ذات الـ 11 ربيعا والتي خرجت تبتغي قد فأزهاري النرجس نصل بكم إلى التصريح الآن الأستاذ أحمد ميزاب المحلل الأمني قال بأن الاعتداء الذي تعرضت له شقيقة تونس يوم الأربع الماضي كان محاولة يائسة لإجهاضية تجربة ديمقراطية النجحة في البلد وزعزعة اقتصادها ويجب تبني استراتيجية محكمة لمواجهة الإرهاب والاستثمار في التعاطف دولي لتعزيز التعاون لمحاربته كما من الحتمية تعميق التعاون الاستراتيجي بين الجزائر وتونس لمواجهة تحديات الأمنية التي تفرضها الأزمة الليبية والمجموعات الإرهابية التي حطت الرحل بالمنطقة إلى الأجندة الآن حيث تنظم حركة الإصلاح الوطنية اليوم دورة مجلس الشورى الوطني وذلك بالمقر المركزي ودائما في الأجندة يتفقد غدا وزير الموارد المائية سيد حسين سيب مشاريع القطاع على مساوى ولاية قسنطينة وينظم حزب تجمع أمل الجزائر تاج اليوم ندوة اقتصادية واجتماعية تحت إشراف رئيسه سيد عمر غول وتحتظن الندوة في أطاع ضدية العامة لمواد البناء ببلدية زيرالدا بالعاصمة من جهتها وزيرة التهيئة العمرانية والبيئة سيدة دليلة بوجمعة تشرف اليوم على بداية تشغيل مركز الردم التقني بين البلديات لشرشار أقول خلال زيارة التفقدية التي قادتها إلى ولاية خنشلة وبهذا مشاهدين نصل إلى ختم معرض الصحافة